شاهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين امضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة واحيل الى التقاعد في الاول من يناير 2019 والقى اقدم القادة المقرمين كلمة قدم فيها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما احاطتهم به طوال خدمتهم من كريم الرعاية والاهتمام في تقاليد اصيلة ستظل رباطا مقدسا بينها وبين ابنائها سواء كانوا في الخدمة او خارج الخدمة معكدا ان القوات المسلحة ستظل دائما المدرسة العليا للوطنية وميدانا للتضحية والعطاء من اجل مصر واقام الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بتقليد القادة المقرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في اداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة مؤكدا ان القوات المسلحة ستظل دائما في مكانتها المرموقة بفضل جهود ابنائها المخلصين الذين لم يبخلوا يوما على بذل كل غال ونفيس من اجل رفعة شأن القوات المسلحة وان القادة المحالين للتقاعد قدموا نموذجا يحتذا به في خدمة الوطن من اجل رفعة شأنه وعلو راياته في كل لحظاته التاريخية التي مر بها مشيرا الى ان نقل مسئولية القيادة من جيل الى جيل يعد من التقاليد العسكرية الاصيلة التي تحرص عليها القوات المسلحة التي قدمت على مضار تاريخها نخبة من اعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المقرمين لما تحملوه من مسئولية اجتماعية ضخمة في رعاية الابناء وتربيتهم على القيم النبيلة من اجل اعداد اجيال قادرة على العمل والعطاء في المستقبل حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس اركاني حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة واسرهم ترجمة نانسي قنقر